فقد قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مقابلة خاصة مع الحدث إنهم يأملون في استكمال الفترة الانتقالية بسلاسة بدلا من إجراء انتخابات مبكرة البرهان في الواقع كشف للحدث عن انقسامات داخل القوى السياسية وتباين في الرؤى بين الشارع السوداني وأوضح أن القوات المسلحة يجب أن تمنع العابثين بالبلد خاصة من القوى العسكرية وتابع أنه لو لا ظروف الانتقال لما كانت القوات المسلحة موجودة في مؤسسات الحكم لأن الشارع الذي فجر الثورة لم ينتخب شخصا بعينه وقال إنه لن يتغير شكل الشراكة لكن لابد من العودة إلى قوى الثورة وأشار البرهان إلى أن المكون العسكري ليس له علاقة باحتجاجات الشرق السودان أو غيرها وأن ما يحدث في الشرق السياسي ولا بد من الجلوس مع أطراف سياسية أوضح أن إغلاق الطرق أصبح أحد سمات الاحتجاج ولا بد من تدخل السياسيين لحل تلك الأزمة وأشار إلى أن اتهام القوات المسلحة بمماطلة تنفيذ الترتيبات الأمنية هو اتهام باطل ولفت البرهان إلى أن الترتيبات الأمنية في السودان تحتاج إلى أموال لا تتوفر في خزينة الدولة